مشاهدين يا الكرام في كل مكان مساء الخير على حضراتكم وأهلا وسهلا بحضراتكم في أولى حلقات برنامج خطوة عزيزة يا ألف ومائة مرحب بألف خطوة عزيزة في حياتنا كلنا يا أهلا وسهلا بيكم النهاردة أولى حلقات برنامجنا مش برنامجنا ولكن برنامجكم انتو إن شاء الله برنامج حضراتكم ده هتلاقوا فيه كل حاجة تحتاجوها بإذن رب العالمين إن شاء الله ربنا يجعلها الخطوة الأهم والخطوة العزيزة في حياتنا وفي حياة كل ستة وكل راجل إن شاء الله بيطمحوا لمستقبل أفضل بإذن الله النهاردة حلقة يعني مختلفة شوية إن شاء الله هنتابع فيها تفاصيل كتيرة جدا هنتابع فيها كل حاجة حلوة إن شاء الله مشتقين إنكم تشوفوها وتسمعوها كمان هنشوف كل حاجة محتاجين حضراتكم تسلطوا الضوء عليها إن شاء الله نسلطوا الضوء عليها في حلقة النهاردة وقبل ما نتكلم في أي تفاصيل لابد إن أنا أرحب بنورة زملتي العزيزة لدايما إطلالتها من وراء أي شاشة ممكن تروح أهلا وسهلا بيك نساء الورد نساء الورد ربنا يخليك يا رب ودايما كده متقلقة أول مساء وأحلى مساء لأحلى مشاهدين بيتابعونا بيتابعوا شاشة قناة المحور وبيتابعوا برنامجنا خطوة عزيزة وليه خطوة عزيزة؟ دايما بنربط الخطوة العزيزة بتضيف الغالي على قلبنا نحب نقدم له أحلى حاجة عندنا عشان كده عايز أسأل محمد خطوة عزيزة لما بتتقالك إيه اللي بيجي ببالك؟ أكيد بصي الخطوة العزيزة في أي حتة في الدنيا لابد إنها تكون متعلقة بالأكل صح لما تروحي كده أي مضحة متلاقي الخطوة العزيزة اللي جاي لك طاجن الملوخية بتتشغ يا السلام دايما أنت مركز وما فيش حاجة كده أي حد بيشوفنا دلوقتي سواء ستة أو راجل هيقولك طاجن الكوارح تمام طاجن الكوارح مزيجي كده قارب طريق للراجل أيوة مال إيه معدته بس سواني سندودش الكبدة شوية لامون يا سلام حركاته هي دي الخطوة العزيزة هي دي الخطوة العزيزة ما عنديش حاجة تاني أنا بشوف الخطوة العزيزة لمة الصحاب لمة الأهل القعدة الحلوة الكلام القلب كل ده عندي خطوة عزيزة قوي فيه ناس كده تجيلك من أول مرة متبقاش عارفهم تبعيز تتكلم معاهم تشيلهم على جمهك من فوق أهلا وسهلا بيهم طيب إحنا دلوقتي معانا ضيف لخطوة عزيزة وهو عزيز علينا جدا بس يا ترى مين هو الضيف ده هنطلع فاصل صغير ونرجع لكم بعد الفاصل نعرف مين الضيف اللي منوارد اشتركوا في القناة